السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله تعالى هنتكلم على as if و as though ومبدئيا كده as if لها نفس معنى ونفس استخدامات as though يعني ممكن في الجملة الوحدة تستخدم as if او as though اللي اتنين زي بعض مفيش بينهم اختلاف as if و as though معناهم كما لو او كأن وبيجي قبلهم جملة وبعدهم جملة يعني الفاعل الاول وبعد كده الفعل طيب امتى بنستخدمهم؟ بنستخدمهم زي ما بنستخدم كما لو او كأن في اللغة العربية بالزبط هناخد ليهم ثلاث استخدامات اول استخدام بنستخدمهم لما بنيجي نتكلم عن شخص ما او شيء ما وبنقول كيف يبدو او كيف يظهر او كيف يشعر وفي الحالة دية غالبا بيجي قبل as if او as though فعل من افعال الحواس زي look sound seem تعالوا ناخد امثلة عشان الامور توضح اكتر you look as if you've seen a ghost يعني انت تبدو كما لو كنت قد رأيت شبحا as if هنا جي قبلها جملة بتتكون من فاعل you وفعل من افعال الحواس look وجي بعدها برضو جملة بتتكون من فاعل you والفعل have seen that house looks as though it's going to fall down يعني هذا المنزل يبدو كما لو انه سيسقط as though هنا جت قبلها جملة بتتكون من الفاعل that house والفعل فعل هنا من افعال الحواس looks وجي بعدها جملة بتتكون من فاعل it وفعل is going to fall down helen sounded as if she's angry with us يعني helen بدت وكأنها غاضبة منها as if جي قبلها جملة بتتكون من فاعل helen وفعل من افعال الحواس sounded وجي بعدها جملة بتتكون من فاعل she وفعل is broad sounded as though he had a cold didn't he? يعني broad بدى كأنه مصاب بنزلة برد أليس كذلك؟ جي هنا قبل as though جملة بتتكون من فاعل broad والفعل من افعال الحواس sounded وجي بعدها جملة بتتكون من فاعل he وفعل had i feel as if i'm catching a cold i need to go to bed early tonight يعني أشعر كما لو أنني أصاب بنزلة برد أنا بحاجة للذهاب إلى الفراش مبكراً الليلة جي قبل as if جملة بتتكون من فاعل i وفعل من أفعال الحواس feel وجي بعدها جملة بتتكون من الفاعل i وفعل i'm catching i don't feel as though i've had a holiday يعني أنا لا أشعر كأنني قضيت عطلة يعني المطبخ تفوح منه رائحة كما لو كان شخص ما يطبخ الفعل اللي جي في الجملة الأولى فعل من أفعال الحواس he seems as if he hadn't slept for days يعني هو يبدو كأنه لم ينم منذ أيام تاني استخدام عندنا ال as if و as though باستخدمهم لما يجي أوصف سلوك أو فعل شخص ما زي لما نقول when i told them my plan they looked at me as though i was mad يعني عندما أغبرتهم بخطتي نظروا إلي وكأنني مجنون يبقى هنا هما وصفوني وصفوا سلوكي وصفوا فعلي بالمجنون جي هنا قبل as though جملة بتتكون من فاعل they وفعل looked at وجي بعدها جملة بتتكون من فاعل i والفعل was I can't stand spending time with Ben يعني أنا لا أستطيع تحمل قضاء الوقت مع Ben طيب ليه؟ he always acts as if he's smarter than everyone يعني هو يتصرف دائما كما لو أنه أذكى من الجميع يبقى سلوكيات Ben وأفعاله اللي بيتصرفها أنه هو كما لو كان أذكى من الجميع جي قبل as if جملة بتتكون من فاعل he وفعل acts وجي بعدها جملة بتتكون من فاعل he وفعل is he acts as though he hadn't eaten a decent meal for a month يعني هو يتصرف وكأنه لم يأكل وجه بلائقة منذ شهر he ran as if he was running for his life يعني هو رقد كما لو كان يرقد للنجاة بحياته يبقى كان سلوكه أو فعله اللي بيتصرفه أنه كان بيرقد بيجرب سرعة يعني لماذا تتجاهلنا كارول يعني إنها تتصرف كما لو أنها لم تقابلنا من قبل ثالث وآخر استخدام معانا الآذف وآذو إننا بنستخدمهم أحيانا لما بنيجي نتكلم عن فعل غير حقيقي في المضارع فعل غير حقيقي في الوقت الحالي وفي الحالة ديت بنستخدم الفعل الغير حقيقي ده في زمن الماضي البسيط وبنحطه بعد as if أو as though الله هو مش الفعل غير حقيقي في المضارع طيب ليه بقى بنستخدم الماضي بنستخدم الماضي لإن الفعل مش موجود أصلا في المضارع هو غير حقيقي عشان كده بنستخدم الماضي البسيط وبنسميه ماضي غير حقيقي زي عندنا في اللغة العربية مش أنت بتقول مونة تتصرف كما لو كانت مجنونة هي بتتصرف دلوقتي في الوقت الحالي لكن جي بعد كما لو فعل ماضي لإن هي مش مجنونة مش حقيقي إنها مجنونة فكرة الجنون نفسها مش حقيقية وزي لما بتقول برضو أحمد يتحدث كما لو كان عالما هو بيتحدث دلوقتي بس جي بعد كما لو فعل ماضي عشان هو أصلا مش عالم ده مش حقيقي عشان كده استخدم الماضي يبقى لما يكون الفعل مش حقيقي في المضارع هعبر عنه في زمن الماضي البسيط بعد as if أو as though تعالوا ناخد أمثلة يعني أنا لا أحب تيم هو يتحدث وكأنه يعرف كل شيء يبقى هو مش حقيقي إنه هو بيعرف كل شيء عشان كده حط الفعل يعرف اللي هو مش حقيقي في زمن الماضي البسيط يعني هي تطلب مني دائما القيام بأشياء لها كما لو كان لم يكن لدي ما يكفي للقيام به بالفعل يبقى أنا لم يكن لدي ما يكفي للقيام به ده مش حقيقي لإني بالفعل لدي ما يكفي للقيام به عشان كده هو حطه في زمن الماضي البسيط يعني بحلقه في وشي كما لو كنت مجنون ولإني فعل الجنون مش حقيقي فاستخدم هنا زمن الماضي البسيط was crazy فضلنا كده ملحوظة بسيطة في الجزء دوت اللي هي إيه؟ إحنا كلنا عارفين إن was بتيجي مع ضمائر الفاعل i وهي وشي وat أما were بتيجي مع ضمائر الفاعل you وwe وthey بس في حالة as if وas though لما استخدم بعدها الماضي البسيط ممكن أستخدم were بدل من was مع كل الضمائر يعني were بتيجي مع كل ضمائر الفاعل بدون مشكلة فهنا في المثال دوت أنا استخدمت i was بعد as if ممكن برضو أقول i were يعني الجملة هتكون they stared at me as if i were crazy his older brother always treats him as if he were a child يعني شقيقه الأكبر دائما يعامله كما لو كان طفلا جت هنا were بعد ضمير الفاعل he مفيش مشكلة عايز تستخدم were صح عايز تستخدم was صح يارب يكون أفدتكم في فيديو النهار ده أشككم ان شاء الله تعالى على خير المرة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة